مخيم إيدوميني للاجئين على الحدود اليونانية المقدونية بات صورة قاتمة قد تختزل معاناة آلاف اللاجئين هنا الأوضاع تزداد سوءا وبلغت المأساة باللاجئين ما لا يتوقعه أحد وفق ما تقول منظمات غير حكومية أطفال نال منهم التعب والجوع وعيادات مكتدة بنساء منهكات وهنا يتدافع الجميع على سيارات محملة بكميات قليلة من الطعام وقد يحصل المحدودون منهم على ما تيسر من خبز وملابس وأحديا لكن في مجملها لا تكفي حاجيات الجياع ومن ضاقت بهم الأرض بعد أن أحكمت مقدونيا ودول البلقان إغلاق حدودها في وجوههم يوفرون بعض الاحتياجات لكن بطريقة غير لائقة البعض يحصل على أكثر مما هو بحاجة إليه وآخرون لا يتمكنون من الحصول على شيء تسير الأمور على هذا الشكل كلما تأتي سيارات تحمل خبزا أو ملابس وبينما لا تفارق المآسي وتحديات البقاء يوميات اللاجئين تناولت مباحثات رفعة المستوى بين سياسيين أوروبيين من أحزاب اشتراكية ديمقراطية في قصر الأليزي في باريس تحديد الرسالة الخاصة بيسار الوسط حول تدفق المهاجرين وطالب اللجوء إلى أوروبا الرئيس الفرنسي فرانسو أولند رفض تقديم تنازلات لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو التأشيرات وأكد ضرورة حماية حدود أوروبا الأوضاع الطارئة التي تواجهها أوروبا جراء أزمة اللاجئين وتداعيتها تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لكن مع مراعاة أن ما سيتم الاتفاق عليه تمشى مع مبادئ أوروبا يجب أن لا نساوم بشأن أمننا وحماية حدودنا مقابل تنازلات أخرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبرس وصف الأوضاع في مخيم إيدوميني بأنها عار على الحضارة الأوروبية بعد تأكيده إنجاز بلاده لحصتها من الأعباء الكبيرة التي تتحملها في ملف اللاجئين تصريحات تزامنت مع زيارة مساعدة وزيرة الخارجية لأمريكيا فيكتوريا نولاند لمخيم إيدوميني فيما تدرس واشنطن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لليونان ودول أخرى وتدعو إلى فتح مزيد من مراكز الاستقبال ليتمكن المتدفقون على أوروبا من فهم الخيارات المعروضة عليهم من أجل توزيعهم في الاتحاد الأوروبي